تلميزه الكابتن علي ماهر وفاز في النهاية فيوتشر مع تقلق واضح لجنش في حماية المرمى من استقبال اي هدف لسراميك ريو باترا شفت ازاي نتيجة المباراة دي والحد اخر ثانية المباراة مش محسومة لأي من الفريق اكون واضح معك انا مفرقش على المباراة انا مكانش بتزيع مية كانت على النيت اه كانت عندي قاطعة بس انا عشان ماتش الاهلي كان بيتزيع بتاع البسكت وماتش بيرامتش كان بيتزيع على قناة من القناتين بس بالزبط انا مش هتكلم في نهاية عشان يبقى صادق عشان لما هتكلم في نهاية يبقى صادق شفته ماتش وشفته لك انا عايز اتكلم انا في تقدير الشخص قبل الدور لما بعد اشوف الفرقة وامكانياتها ومين بشيها وغير حاجاتك انا بأمانة الله صنفت سراميكا من الاندية المقدمة بامكانات اللعبة الموجودة بيه 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 حاجاتك كلها واعتقد اعتقد ما اعرفش بقى مجلس الدارة في النادي في سراميكا اتفق معايا في التقييم ده ولا انه هم كان بس بقى التواجد لا لا كان طموحه هو قالها النائب محمد ابو العين من اول يوم الصعود للممتاز قال انا دايما متعود على مركة على القمة والسنة اللي فاتت دي ده عمل صفقات قوية والتالي كانت الطموح واضح احنا عملين نتكلم في كل ماتش عملنا ماتش كويس احنا ضيعنا جوان لا في الآخر المجمل احنا النهاردة لابد من ان سراميكا يبقى في مركز متقدم في الدور الممتاز وينافس بشدة لكن احنا النهاردة ماشينا على سطر وسبسطرين سطر وسبسطرين فاعتقد ان رحيل المدير الفني وعين الشعباني وعين الشعباني على اعتقد لو جفت وقيته في وجه نظري انا بسبب النتائج غير الجيدة طبعا طبعا اذا كنت انت تتطفق معي المجلس الضارة كان يمشي معي على نفس الطموح ونفس الهدف اعتقد لو هو مشاهينه في التوقيت المناسب ووضع جدا النهاردة كان لازم الفلاء تلعب منشك كويس لان وضع طبيعي بدي الشخصية المصرية بدي الشخصية اللعب المصري في حاجات كتيرة جدا بتلاقي اللعب المصري يختلف قدامك اولا موقف صعب سواء لنادي او لمنتخبه جهاز جديد جاي عايز كل اللعيب عايز يظهر يظهر حالته الفنية والبدنية فبيدي واخد بالك وممكن الحالة اللي كان فيها انت تتفرجت على الوراة بتقول الموراة ورخواه ماتش حلو قوي وسيراميك ريباترا سبع فرص محققة يعني ما بين رأسيات ما بين تصويبات جنش تقلق من أهم لعيبة يعني انا عايز برضو يا ريت تقولولي يا جماعة مين كان رجل المباراة بعد المباراة لانه انا متأكد ان جنش يعني هو الاقرب ان يكون حصد الجايزة دي انا متوقف او طبعا صاحب الهدف بقى لو هم احيانا بيبقى صاحب الهدف بياخد تقليم أعلى احمد عاطف عايزين نغير الفكرة ده ما احنا عندنا دايما اللي جيب جنه هو لياخد رجل المباراة في ناس مدفعين بيعملوا دور كبير جدا ناس راس مرمى ناس نص الملعب بيعمل مجود غير طبيعي وبيربط ده مع ده لكن عايزين الفكرة برضو ومين بيختار في لجنة فنية في الربط هو جنش رجل المباراة